برحب بحضراتكم مرة تانية وطبعا كل الأنظر بتتجه غدا لمباراة مصر وتوجو مباراة مهمة جدا بالنسبة لنا في التصفيات الأفريقية نتمنى أن نشوف منتخب مصر طبعا ظهر بشكل قوي جدا وأداء مشرف جدا زي ما تعودنا يمكن الناس من ساعة ما تعادلنا مع كينيا ومع جزر الكمر كانوا مستنين يعني كنا بنقول في ظروف استثنائية في كورونا مستنين بقى يشوفوا المنتخب بشكل تاني خالص وخصوصا نحن بنتكلم على أن نحن عندنا لعيبة مصر في أعلى فرمة لها في الوقت الحالي أكبر دليل إيه وصول الأهلي والزمالك لنهاية أفريقيا وده يدل على قوة الكرة المصرية الفترة دي وعلى قد إيه اللعيبة دي في فرمة عالية جدا طبعا وطبعا وصول البيارمتز دايما بنقول لنهاية كونفيدرالية وده برضو دليل على قوة لعيبة منتخب مصر المفروض الفترة الحالية أو لعيبة مصر والكرة المصرية وقوة الكرة المصرية بشكل عام المباراة اللي فاتت على أرض مصر أو في استادة القاهرة ما كانتش الأداء اللي كانوا مستنينه الجمهور المصري أو اللعيبة حتى أو الجهاز الفني ولكن طبعا فوز مهم جدا بالنسبة لنا الفترة دي هنتكلم أكتر على المنتخب وعلى مباراة بكرة وعلى شكل منتخب مصر الفترة الحالية ومستنين منه إيه الفترة اللي جاية طبعا مع كابتن علاء نبيل مدرب منتخب مصر السابق وطبعا رئيس قطاع النشئين بنادي زاد برحب بيك يا كابتن منواري أهلا بيك سارة أهلا بيك سارة كابتن يعني مباراة مهمة جدا ويهمنا جدا أننا نشوف طبعا أداء كويس قوي من اللعيبة زي ما نشوف طبعا نتيجة إيجابية ولكن حلينا نبدأ بالمباراة اللي فاتت ونشوف فين المشكلة يعني أنت شوفت إزاي فنيا فوز مصر بشكل أنفس على منتخب توجه شوف حضرتك قلتي فين المشكلة يعني حضرتك مختنع تماما إن مش ده منتخب مصر فيه انتخادات وفيه انتخادات شديدة لكن احنا عايزين نقول نتكلم فيه إطار اللي احنا عايزين أحسن حاجة لبلدنا ولازم الجهاز يتقبل النقد اللي هو البناء اللي هو لازم تعرف الناس هي متضايقة من إيه عشان برضو نبقى منصفين أن الأداء ده بشواليد الفترة اللي فاتت أو وليد الفترة اللي مع كابتن حسن حمام البادري منتخب مصر من سنين بقاله فترة طويلة ما بيمتعش جمهور الكرة المصري بالأداء الجميل لكن النتائج مغطية يعني النتائج يعني الشعب المصري بيحب الأداء الحل والمتعة في الأداء والإصارة في الأداء كل هذا مفقود بس في الآخر بتكسبي وجمهور مصري بيقعد ربع ساعة نصف مبسوط وبعد كده يقول لك احنا كسبنا ازاي ده بقاله فترة طويلة قصدك برضو أيام هكتر كوبر وطريقة الدفاعية كوبر برغم من نحن وصلنا نهاية أفريقيا ورغم من نحن وصلنا كاس العالم محدش كان مقتنع بأداء منتخب مصر خالص جي أجيري مع الفترة اللي بعد كوبر نفس الموضوع ونفس الكلام جي نقل كابتن حسام من البدري نفس الموضوع ونفس الكلام فعشان كده احنا بالأولى جماعة احنا امتى هنلعب كرة خدم امتى جمهورنا هيتمتع بكرة خدم لما نيجي النهاردة نتكلم على الفترة اللي فيها كابتن حسام كابتن حسام تولى من سنة تقريبا لعب خمس مباريات ثلاثة رسمة واثنين ودي اتنين ودي كسبنا واحد صفر ليبريا وبتسوانا واحد صفر واحد صفر نقلنا على المباراة الرسمية مع كينيا ومع في مباراة واحد واحد ومباراة صفر صفر جزر الخمر وكينيا والمباراة بتاعت توجه اول مباراة واحد صفر يبقى احنا النهاردة عاملين يقول واحد واحد امتى متخب مصر هنعدي الواحد والاثنين والثلاثة مباراة على ملعبنا حتى المباراة الودية بتاعت ليبريا وبتسوانا امتى هنجيب الجون التاني والثالث واللعيبة عارفة عن ايه سخافة الفوز ونكسب واحد اثنين وثلاثة ده يجريني الكلام تاني اللي احنا لما نيجي نوصل جبنا الجون اللي احنا منتظرينه الجون طبعا من ضربة سبتة لكن الاداء بعد الهدف لازم توقفي وتستوب وتقولي احنا ايه اللي حصلنا بعد الهدف احنا جبنا خلاص الهدف اللي احنا منتظرينه خلاص تراجع غير طبيعي فرق توجو يعني ابهرتني بالاداء بتاع بعد ما هجي الهدف فيه تاكتك بيلعبوا عليه بيلعبوا هم مقفلين مباراة برا ملعبهم مقفلين كويس الجون جيه من ضربة سبتة يعني ممكن اي فرقة تتخمي في الدنيا لكن لما يدين اللي عليك كمية النقالات دي اللي موجودة بقى بعد الهدف ويوصلوا لجون بتاعك وفرقة بقى بتزن مهلم دايقنا برضو يا كابتن ان انت في مجموعة اصلا مش مش اقوى حاجة في افريق ما هي دي بقى يعني منتخب توجو مع كامل الاحترام وظهر طبعا مشكل كويس جدا ولكن احنا ما بنتكلمش يعني على منتخب كبير اول بدأت بقى التصرحات اللي هي احنا الحمد لله التلات نقاط ويعني مش مهم ان الاداء مهم من تلات نقاط اللي هي التصريح المستهلكة لأ جمهور مصر واعي جمهور مصر عارف ان هو الاداء وحش بالرغم اللي انت فزد لكن في الاخر ما نقدرش يقول قد ايه الحمد لله برضو اخدنا التلات نقاط فيه ناس تنسق وراء هذا التصريح وفيه ناس اللي هما الفنيين يقول لك لا احنا امتى هنلعب كورة بقى امتى هنلعب كورة طب انا يمكن كنت بتكلم مع حضرتك ان ممكن يكون سبب من الاسباب ان احنا شفنا اللعيبة مش منسجمة مع بعض في الملعب انه ما فيش معسكرات طويلة ما فيش مباريات طودية كتيرة وبعدين كنت بقول لحضرتك انه ما ده ما بيحصلش برضو في العالم كله بس كان لك رأيتين احنا حضرتك كده هاتي كل الانجازات اللي اتعاملت للكورة المصرية قابلها تجمعات طويلة للانتصارات والانجازات يبقى احنا طبيعتنا كده طبيعة العيب المصري احنا طبيعتنا كده ما ليش دعوة العالم بيعمل حاجة انا بالشرط ان انا اعمل زيها احنا طبيعتنا اللي احنا معسكرات طويلة عندنا ظرف الطارق اللي هو حصل بتاع الكورونا والدوري والحاجات دي كلها ظرف طبعا خارج عن ارادتنا لكن انا كالليا كلام وكالليا تصريح وزعلوا مني لما كان الدولة مصممة على عودة الدور العام وكان بعض الاندية كانت رفضة عودة الدور العام حصل جدل ونقاشات وحاجات كتير جدا قلت يا جماعة طب الاندية بتتكلم انا عايز اشوف الكابتن حسام البدري وجهازه فين موجودين فين موجودين فين في الوسط والساحة دي وفي الاحاديث ما اللي لازم يكون ليه دور مثلا النادر ايه اللي يقولك لا انا مش عارف ايه النادر الزمالي يقول النادر السماعيلي يقول كذا انا كمنتخب مصر تقول لهم لا اعملوا حسابي في الاسبوع ده معايا الخمس ايام دول معايا ان شاء الله 72 ساعة جمع مجموعة العب بيها مطش ودي يبقى فيه تجانس تشايف ان كان لازم يكون فيه اهتمام من من كابتن حسام البدري وموجود افتر من كده وقتا طبعا ما جيش انا بقى النهاردة اقول اصلا ما كانش فرصة لنا تجمع لا انت انت كان في ايدك ممكن تجمعهم اه ما نجيش للظروف هي ان تقول لا انا كان ممكن وبقوتي وكمدير فن المتخب مصر لا انا عايزة ثلاثة ايام دول طبعا فيه بالرغم من دور الضغط فتا خلا كان فيه توقفات انا عايزة الاربعة ايام دول انا عايزة ثلاثة ايام دول طبعا المتخب المغرب لعب مطشط ودي تونس لابت مطشط ودي صح؟ وبشعالي معلول سافر ولعب مطشط ودي مع بلد فالنهاردة تقول لا بطبعها فين يعني هي الظروف كلها بتجمع بس برضو هنقول ايه بنتمنى لهم التوفيق بكرة طبعا كلنا ثقة بإذن الله لازم ان شاء الله نعدي بكرة بإذن الله نتيجة إيجابية ولازم بقى فيه وقفة للكرة المصرية انا بحاول اشوف معاك برضو اسباب يعني هل مثلا ممكن قلت زاحم المباريات بتاعة الدوري الفترة دي اثرت على أداء المنتخب بشكل عام اللعبة مضغوطة لا لا عشان كنا قلت لك ايه مش الفترة دي ايه بقلنا فترة طويلة طيب ممكن نقول إلى أي مدى أثر غياب محمد صلاح كان زمان فيه ناس بتزعل ويقول لك منتخب صلاح ياه ناس زعلت وطلعت احنا الشعب واش عارف ايه تعارفة طبعا الشعب المصدد لكن اتضح حقيقة ان محمد صلاح فارق بدرجة كبيرة جدا 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 في أداء منتخب مصر وفي النتائج منتخب شايف انه لو كموجود كان النتيجة السكور هيتغير السكور هيتغير والأداء هيتغير الأداء نفسه الأداء هيتغير والسكور هيتغير وحاجات كتير هيتغير لا لعب فارق فوسط فرقيته مدي سخة اللي عبته، عنده حلول كويسة، التكتلات اللي كانت بيلعب بيها في الوجو وعدم ترك المساحات اللي كانت موجودة اللي تعبت منتخب مصر، لا صلاح بسرعيته وأداء، وكان ممكن يغير من الأداء يعني طب ايه رأيك في أنني في المباراة؟ أنني تطور بشكل ملحوظ الفترة اللي فاتت، يعني كان من أسباب برضو الناس كانت معارضة التشكيلات اللي فاتت مع أجيري أنني موجود في التشكيل بصفة أساسية وصفة رئاسية لكن الفترة اللي فاتت أنا شايفه من أحلى وأجمل فترات أنني في كرة الخاتم يمكن نتلاحظ أن المطش اللي فات لأ متواجد في نص الملعب بيلعب الفرقة ووقف في نص الملعب عنده رؤية كويسة كان الأول أنني رجليه واغدال قدام على طول يعني عايز يلعب على الجون وواواوا وواوا وكان سايب الحتة دي النهاردة موجود في نص الملعب بشكل كويس وبدأ التمريرات بتاعته تبقى إيجابية يعني وعنده السنس اللي هو ايه بيختار الوقت المناسب فيه الهجمة يعني يطلع أمتى يعني المطش اللي فات عمل اتنين في منتج الجمال والزكاء يعني طلع في التوقيت المناسب وانت هو عمل واحدة يعني فيه نضج في أداءه في خلال الفترة اللي فاتت طيب أنا لازم أسألك أنه هل شايف أن فيه لعيبة يا كابتن تقلقت في دوري المصري الموسم ده وكانت يعني من وجه نظرك لازم تكون في القيمة لمنتخب مصر وما اتخذوش لا أنا شاف الاختيارات بشوحشة بأمانة يعني يعني نقول اللي يعني الاختيارات بشوحشة ممكن مثلا محمد فاروق من بيراملس كان يبقى موجود عنده الحتة برضو الهجومية دي بالذات كمان لو كان كان ممكن فيها كويس أول في حالة محمد صلاح لكن زيزو برضو عمل الدور كويس كان ممكن موجود معها محمد فاروق لكن الاختيارات مش وحشة يعني الاختيارات كويسة ولكن هو بقى إيه البصمة الأخيرة بقى لها بتبقى إيه عبارة عن التشكيل والتغيير والتاكتك اللي هتلعب بيه واللعيب الفلان اللي هينفزك تاكتك بتاعك هي دي لكن الاختيارات لا كويسة المباراة كانت ماشية أكتر بمهارات فاردية اعتماد على مهارات فاردية مباراة مصروط مباراة مصروطة مباراة مصروطة مباراة مصروطة زي ما حضرتك قلت إيه ما فيش وقت ما فيش تاجانة في خلال الفترة دي انت عايزة إيه بأمانة يعني لكن لما يعود بقى فمعاس كويلا عمضش واتنين عشان كده الكلام بتاع ده يجرنين الحاجة تانية إن التشكيل بكرة هيبقى ثابت ولا هيدغير ده بقى اللي احنا لازم هنتكلم فيه طبعا يا كابتن علاء لازم هنتكلم على التشكيل ومن وجهة نظرك برضو وخبرتك التدريبية بعد الفاصل هنقولي الكلام ده شايف إزاي مفروض التشكيل المثالي لمنتخب مصر في مباراة مصر وتوجو غدا ولكن بعد الفاصل برحب حضرتكم من جديد وطبعا لسا معي كابتن علاء نبيل وكلام كتير عن منتخب مصر ومباراة غدا قدام منتخب توجو واللي بنتمنى طبعا كل التوفيق وكلنا ثقة في الجهاز الفني واللعيبة إن شاء الله نشوف أداء مشرف ونشوف نتيجة إيجابية تليق باسم منتخب مصر كابتن كنا بنقول على زروف مباراة بكرة شايفها إزاي طبعا خلاص المنتخب يعني سافر التوجو طبعا الوقت قليل قوي بين المباراتين ولكن هي دي كرة القدم شايف إزاي ظروف بقى مباراة بكرة مختلفة إزاي عن مباراة استاد القاهرة يعني حضرت كنت لعبت مباراة من 48 ساعة أو سافرت ديارك تعطول عشان تلعب المباراة الثانية وكان بارح برضو عشان كلمة السفر دي يعني برضو شفت كده موقف علامة استفهام من مدير ربعام منتخب مصري يوصل لغاية المطار والجواز يتضح لهوه منتهي ويرجع وبعدين يسافر النهاردة أنا عن نفسي مش داخل معايا الحوار ده خالص يعني يعني شايفوه إزاي لا طبعا قولها ديك حاجة يعني أنا كابتل نهاب لغاية المدير الرياضي في النادي معايا طبعا كنا بنتكلم في الموضوع ده جميع الجوازات السفر لعبة المنتخب والأجهزة موجودة على الكمبيوتر فيه مع المدير الإداري قبل الجواز بيخلص بستة شهور لابد من أن اللعيب أو المدرب عارف كواس قوي يعني يتم إبلاغ اللعيب أن الجواز بتاعك هينتهي لازم تجدده لأنه ما فيش أي بلد بتدي تأشير أو جواز منتهي بلد بستة شهور تمام ففيه سيستم محطوط إزاي أنا النهاردة أفاجئ ممدرب عام منتخب مصر في المطار الجواز منتهي ده هزار يعني شايف الغلط من فين الغلط خليه يبقى فيه حاجة غير معلن عنها ده يعني يعني أكيد كابتن طارق مصطفى مهم جدا لأنه يكون موجود في البعثة أو بورة زيديك صعب الواحد يقولي فيه كواريس كتيرة لكن إلا أنا مدرب عام منتخب مصر يوصل المطار وجواز يدقى بس ممكن الناس تبقى عايزة تعرف يعني ده حاجة ليه حلقة بمنتخب مصر يعني الناس تبقى عايزة تعرف لو فيه حاجة حضرتك لا فيه حاجات ما تريد فيه حاجات يعني 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 ممكن يكون كلام غلط على الفكرة آه يعني طبعا كل كلام غلط لكن يعني اللي بيبقى قريب من الموضوع يعني أنا أتمنى اللي هو يبقى الموضوع خطأ إداري أتمنى يبقى الموضوع خطأ إداري طب ما قلت ليش برضو الحل الثاني لو مش خطأ إداري نيدا على سؤال اللي بعد طيب عشانك بس تاك خلاص إحنا بنتكلم على الظروف مباراة بكرة المباراة هتبقى أصعب علينا طبعا علشان مش على أردنا طبعا أولا انتديتي للخصم سخة في نفسه يعني أدائك في بعد الهدف لاقس الفرق نتوجه عرفت اللي هي ممكن تختارخك وتوصل للجون وتضغطك لعنفكرة إحنا ما تضغطناش بتاكتكيا لأننا نحن نضغطناش بريدهم اللي ضغطناش لكن انت لما كنت في نص الملعب الخصم لا هو التاكتك بتاعهم هو كان كده بالعب ذو نص الملعب ومقفلين كويس لما ضغطوا عليك مش انت اللي عملت كده بمزاجك لا انت أجبرت اللي انت تضغطي دفاعيا أعتقدش اللي هو يغير لأن طبعا انت ما صدقت لعبتي بمجموعة تسعين دقيقة احنا بنقول التجانس وا 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 بكتيرك قوي هتغيري واحد أو اتنين بكتيرك ومنهم طرق حامد لأن عمر واخد الانظار التالي التغيير التالي بقى هل قولي التشكيلة كلها من وجهة نظرك كخبرة كبيرة في التدريب من وجهة نظرك كده لو حضرتك هتلعب مباراة مصر وتوجو هتبقى تشكيلة منتخب مصر ازاي خلاص يعني ما اقدرش اغير انا كمدر في خلال اتنين وسبعين ساعة اغيرت تشكيلي ده خطأ اقولت حضرتك واحد او اتنين هو ابتدى بشناو محمد هاني لونش احمد حجازي ابو الفتوح نص الملعب عمر السلية و النني هيشيل عمر السلية حط طارق حامد حتى قدامناه مصرفة محمد هيبتدر مصرفة محمد تحتي ثلاثة تريزيجية وعبدالله السعيد وزيزو لو لو انت غيرت هناك في الحتة دي هتشيل عبدالله السعيد وهتنزلي افشا طيب بتتوقع النتيجة ايه توقع اتوقع ممكن نطلع تعادل تعادل كويس يعني في ظل الظروف اللي احنا فيها دي كويس ولكن تتوقع اداء مغير بس بالتعدل ده كده يعني حضرتك مش شاف انها بفيه اختلاف اوي في الاداء عن مباراة المباراة اللي كانت على ارض مصر اصلا بأمرت ايه لانا في خلال 72 ساعة اداء يطلع يطلع بالترمومتر ده ما فيه اذا كنا احنا بقى انا عارفاً انا عارفاً ان فيه فرق ان فيه فرق بين المنتخب وبين الاندية وبين الدوري وبين مباراة منتخب مصر ولكن مثلاً لما موسي ماني جي النادي الاهلي احنا في ظرف وقته قليل جداً من اول مباراة لي احنا شفنا فعلاً اختلاف جداً في النادي الاهلي على مستوى النفسي اللعيبة كانت بتدي بشكل غير الفترة الاخيرة بتاعة تفايلر فيعني هنا برضو مع موسيماني ملحقش يعمل حاجة قوي فوقت وقلتول على الاتحادك بتقرني بقى بالفترة الاخيرة بتاعة تفايلر طب ليه ما تقوليش بداية تفايلر كانت نفس الكلام بتاعة موسيماني صح ولا غلط بداية تفايلر لا تفايلر دخل في الخط على طول زي موسيماني بالزبط لكن هو فنش وحش فهم يعني بس فيه هنا فرق اللعيبة هنا بتلعب مع بعض متجنسة مع بعض تدريب كل يوم مع بعض عالفين بعض طب ما هم عزلت في الفترة الأخير اه سهل هنا موضوع أسهل ايوه سهل ان انت تدخلي بصمتك الفنية على مجموعة متجنسة مع بعض أو بتلعب مع بعض سنين فانت بقى توظف اللعيبة صحة أكتر تدعمل معاهم نفسيا لكن زي ما بيقولوا من كل فيلم أغنية عشان أعمل لا عشان كده بقولك الفترة الطويلة هنا بتنفع والرد على النقطة بتاعت انه طب ما احنا كل دول العالم ما فيهاش معسكرات طويلة ولا عجبها مش بتشوف بعض وما فيش وقت احنا طابعة خاص لما ديجع انجازات الكرة المصرية كلها بمعسكرات طويلة خلاص مش شرط ان انا اقلت علم في كل حاج هيقولك الناس سقولك الأجندة الدولية وأنا بقول احنا برضو مجبرين ان احنا نمشي تابعا الأجندة الدولية والعاجات كلها لكن برضو الجامعات الطويلة بيبقى ليها انجازات تانية طب خليني اسألك سؤال فين المشكلة ده في بداية الحوار بشكل تاني ايه اللي محتاجين نعمله واحد اتنين ثلاثة من وجهة نظر كابتن علاء علشان نشوف منتخب مصر اللي احنا عارفينه الروح بتاعت منتخب مصر الأداء اللي احنا متعودين عليه من أيام كمان الجيل الزهبي وخصوصا ان احنا بنتكلم ان احنا عندنا جيل حالي برضو قوي يا كابتن يعني لعيبة بقارنة بالجيل الزهبي اللي هو جيب عادي الجيل ده في فرق ولا ما فيش فرق انا بس ألبس حضرتك اللي تقو شاطر لا في فرق بالجيلين خلينا نبقى طيق ووقعيين يعني يعني حتى المتباق من الجيل الزهبي موجودين لسه بلعبوا وغير دقات برضو بهم بصمتهم في كرة مصرية نعم في فرق بالاجيال في فرق بالاجيال عشان كده بقول ايه نهتم بالمنتخب الأولمبي اللي هو سنه أصغر وهيطلع علينا بقى النهو وهي اه يعني انا كنت بتمنى اللي هم يخش الأولمبيات وياخدوا صخة ويبقى خلاص بقى ايه عندنا جيل لقدر بقى نعمله اعداد كويس ومبارات كويسة طيب ايه تاني؟ ايه تاني ممكن يتعمل من موجة نظرك من ايه؟ علشان نشوف المنتخب بشكل تاني ايه التغييرات المفروض انها تحتل مش تغييرات على المستوى الاداري ولكن يعني فنيا فنيا طبعا لازم بقى فيه فكر اولا لازم تتعامل نفسيا كويسة او مع العيبة هو ايه ننجح محمود الجوهري ننجح محمود الجوهري هو كان بتعامل مع العيبة نفسية حتى النهاردة نجوم الكرة المصرية تقول لك ايام الكابتن الجوهري متابعة في النادي المحلي او محترف متابعة تعمل ايه مرنت ازاي متابعة في المتشاط مبروك ما تزعلش المتشل انه النهاردة حصل كذا انا عايزة اكتنى بالحديد الفنان متابعة اللعيبة تحس ان المدير الفن بتاعها متابعة بعيدة عن النادي المدير الفن المتخب نفسه لازم يتابع ولازم يبقى اللعيبة دي كلها ما تخليش الاداري يكلمه او صنحا دينا تجمع لا انت تتكلم وتقعد وتشوف وتتابع اللعيبة وانا متابعك المباراة دي كويسة انا معلاش يعني هي مدارس مختلف عن متن انا ما شفتش مثلا الجهاز بيطلع يقول مثلا تفرج مثلا على مبارات الاتحاد مثلا والاسماعيل ما فيش حد يطلع يقول يا جماعة والله احنا لقينا لعيبة كويسة النهاردة وهنتكلم معهم ويشدوا حيلهم على قل تدي للعيبة امل ان انت لكن كل حاجاتك مستخبية كده يعني ماينفعش لازم اللعيبة دي تعرف اللي فيه ناس بتتفرج عليها وهم تحت المنظار على القل المصر الجاي هنزيله ويبقى يؤدوا احسن طيب احنا معنا مدخلة مهمة جدا من توجو يا كابتن سفير حسام حسين سفير مصر في توجو برحب بحضرتك في برنامج السادسة على شاشة قناة الاهل اهلا بحضرتك وكابتن علي اهلا اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك يا فندم وعايزين نعرف من حضرتك يعني انا عارف حضرتك كنت لسه مع المنتخب المصري يعني من دقايق يعني كنت معهم في الملعب في التدريب عايزين نعرف من حضرتك اخر الكواليس كيف تم استقبال المنتخب المصري في توجو وطبعا منتظرين مباراة مهمة جدا بكرة ما بين مصر وتوجو ان شاء الله اول حاجة طبعا ربنا يوسق يعني الفريق ويفرح المصريين كلهم اللي في مصر واللي في كل حتة بإذن الله الحمد لله كان في التمرين الاساسي بتاع الفريق على الملعب اللي هتتعمل عليه المباراة ونفس توقيت المباراة تقريبا تم التمرين على خير والجماهير هنا يعني الناس مهتمة طبعا المباراة تبقى من غير جمهور وده مزع للناس هنا كان فيهم يشوفوا فريق بحجم الفريق المصري وقويته بالنجوم اللي فيه لكن بقى أوضاع طبعا من فاكة عرفت مهمينها واستمام اعلامي كبير والنتيجة اللي حصلت في مصر والأداء وكده يعني راح توقعات بتاع الكماهير هنا ومطالبهم من الفريق بتاعها وبصوصا لهم لازم يكسبوا عشان يبقى عندهم أمل لسه في التفسير طيب كنت حضرتك مع كابتن حسام البدري وكابتن بركات كان فيه اكتماع كده سريع يعني لو تقولين أهم اللي تقال فيه لا يعني احنا كجزء السفارة طبعا يعني الترحيب ولو فيه أي حاجة بزيادر نساعد بيها في التركيبات اللوجستية والابتصالات مع الجانب التجولي لكن طبعا بعد جانب الفنية ديت يعني أنا ما داشت أتكلم فيها وطبعا يعني الأمور ماشي طبيعي لحد دلوقتي احنا في انتظار بس النتيجة نتيجة التحاليل اللي الجانب التجولي بيعملها لكل البعثة حتى الفريق التجولي ديت تحاليل وما طلعتش برضو هي دي الحاجة الوحيدة يعني من الأمر المعلق يعني في الوقت طب ولو تكلمنا عن ترتيبات للمباراة بكرة يعني هتبقى زي طبعا معروفة أنه المباراة هتكون بدون جماهير المباراة بدون جماهير ده يعني محيش بخلافة ساعة أربعة بتوقيت بوجو اللي تبقى ستة بتوقيت مصر يعني يعني هذا بيبقى هنا هنا على حدود كده ساعة ستة لتين يعني هتبقى المباراة بخلص وتبقى يدوبك الدنيا يعني بتجي تلاي الملعب معقول قوي من ناحية يعني الأرضية ومجهد أنه لو في مطرة بتتصرف على طول ما بقعدش بالأرضية بتاعت الملعب وهو الملعب حديث لكن صغير يعني بالمعايير المصرية هو هنا بالمعايير الملعب الأساسي لكن بمعايير نحنا في مصر هو مش فتاد كبير يعني ده ياخد أحاجة وعشرين ألف متفرد هي الأحوال الجوية إي دلوقتي في توجو يا فاند حضرتك هو في الوقت ده من السنة الجو حر ورطوبة أحيانا بقى بيبقى فيه احتمال لسقوط مطرة بس يعني المطرة هنا لما بتنزل بتبقى غزيرة جدا لكن لفترة سيارة يعني ممكن تيجي مثلا نصف ساعة ساعة لربع نادر ما تتعد يعني الفترة طويلة وبعدين تقف وفي الساعة بقى تيجي المطرة دي في الصبح حتى تيجي الدهر لحد دلوقتي يعني إن شاء الله يوم المباراة مش باين قوي اللي فيه مطرة بإذن الله تنشي على خير إن شاء الله بإذن الله لكن هو حر ورطوبة ده شيء معكد يعني بشكر حضرتك جدا سيادة السفير حسام حسين طبعا سفير مصرف توجو بنتمنى كل توفيق طبعا لمنتخب مصرف في مباراة غدا الجو ده كويس بالنسبة اللعيبة لا رطوبة بتتعب رطوبة بتتعب بس هو كلفه جملة مهمة اللي هي المساحات لسنا ما ظهرتش يعني ببنا يسر بقى ما يكونش في حاجة موضوع كورونا أثر قوي علينا يا كابتن ما أثر إيه دي حتى دي ما فيش مبأثر يا كلين ما أثر على الكورة حسنا حضرتك يستقول حايا لا حضرتك طبعا الموضوع الكورونا والهجات دي بس هو فيه يعني كان نستغراب شوية النوام من الاتحاد الكورة نزل قال المساحات للمحترفين تريزيجي وأنني محمد صلاح كانت تسجيلة يعني أنا عندي حق أو كنت عايز تقول حاجة فيش تفضل كبير وبعدين مرة واحدة فجئنا بأن محمد صلاح أعلنوا اللي فيه كورونا وبعدين شالوا البيان يعني وحفيحة فيه 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 لغبطة فيه لغبطة حصلت فيه لغبطة يعني وبعدين وده دايق جدا برضو الناس في إنجلترا فكرة إنه بيان يتحطوا بعدين يتشال كان فيه ألأ ومع إنهم هما هناك ما نزلوش حاجة خالص يعني تمام بس الحاجة دي حاجة الحاجة التانية اللي إحنا لازم فجئنا في خلال 12 ساعة بيش أقولك 24 ساعة فرح أخوك على كل القنوات وده بيحضم صلاح وده يشال صلاح أجماعة نجوم العالم في الدنيا كلها بيش في الكرة بس في فن وزق جوله مرض محدش يعني فيه ناس كدير هجال للكورونا محدش جاب وكريستيانو هو مثلا جاله كورونا عشان خرج بيش عارف راح فين ولا مانو اللي هو بتاقي زميل مانين زميل محمد صلاح ليه إحنا الدنيا كلها شافت فرح أخوه والبنته بيش عارف صغيرة بترقص مع مين بس ده في السوشيال ميديا يا كابتن لا لا وقنوات وقنوات نزلت وشفت أنا أنا متابع متابعش السوشيال ميديا خلاص شفت شفت على قنوات يتبع نحافظ على ايه ايه التوسع اللي فيه ده يعني يعني هو كان مش ضريف أنا على نفس ما 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 بسطتش من اللي شفته يعني خلاص بس الصحف في إنجلترا كمان نشرت صور صلاح مع أخوه في فرح يعني يحضر فرح أخوه تمام ليه أنزله على الخنوات وده بص بقرب منه ازاي وده شايل وده بش عارف ما صحش وده ايه وده ايه وده ايه حاجات تبقى حاجات خاصة حضرات كنت بتقول أن ليفربول ما نزلش بيان بخصوص إصابة صلاح بكورونا آه أنا ما أردتش ليفربول نزل بيان ولا 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 وبعدين أنا لسه من نهاردة شايف صلاح في الجونة ومعه بمراته وبنته مع العيلة يعني فهو ما ظهرش عليه أي أعراض يا كابتن ما ظهرش عليه أي أعراض ولكن المسحة جت إيجابية بكورونا وطبعا زي ما قلنا طبعا نحن نتمنى له كل الشفاق نتمنى أنه يرجع بألف سلامة وجود صلاح مواصر جدا وكنا بنتمنى طبعا أنه يكون موجود لأنه زي ما حضرتك قلت إحنا مش هنجدب على نفسنا هو فارق جدا في الملعب طبعا دي رابع مبارع على الفكرة دي يعني أنا ما أعتقدش له ألعب مع كابتن حسام ولا ماتشات ودية ولا ماتشات الرسمية أربع ماتشات دي من بكرة أربع ماتشات رسمية بكرة تبقى أربع ماتشات رسمية ماتشات ماتشات فنتمنى له الشفاء ونتمنى لعيبة مصر كلها للمساحات تطلع سلبية ويرجعو لنا بالسلامة وبالمكسب بالأداء المشرف إن شاء الله خليني أروح معك لمبارات نهاية أفريقيا بين الأهلي والزمالك شايف زي الحدث ده أنه أكبر فريقين في مصر يعني الأول والتاني في نهاية أفريقيا لازم نعترف أنه خد بقى كرة المصرية وهم أهل زمالك يعني ما نتحكش بقى على بعض خد بقى كرة المصرية خد بقى كرة المصرية وصلوا نهاية أفريقيا ده إعجاز وإنجاز كبير وعلى قد ما كان فيه جدل فيه تكملة المشوار البطولة الدور العام وناس قالت لا أو إزاي والجزاء واللعبة على ما أعتقد أن هذا القرار هو السبب الرئيسي في وصول الأهلي والزمالك والزمالك كان واصل إلى وصول الزمالك والأهلي في أفريقيا إلى نهاية أفريقيا يعني النادي الأهلي طبعا المبارياتين اللي عليهم بتوع الوداد أداءه بالرغم أنه كان متصدر الدوري وأداءه كان مميز جدا إنه تكملة المشوار أو تكملة المشوار الدوري برضو فرق أمعاف والمبارياتين بتوع الوداد النادي الزمالك المشوار الدوري فرق أمعاف في أداءه في مباريات الرجاء واللتنين أنا شايف لده حاجة جميلة جدا لمصر الكاس مش هطلع من بره مصر إن شاء الله وإذن الله نشوف مباراك ويسا وبإذن الله يكون الكاس أهلاوي إن شاء الله وإن شاء الله نشوف مباراك ويسا ومشرفة للكرة المصرية زي ما طبعا دكتور أشرف صبحي وزير الشباب الرياضة دايما بيقول على مبادرة لا للتعصب ومصر أولا طبعا أنا بشكر حضرتك جدا أنك كنت معايا كابتن عليك استمتعتك جدا بالحوار وأكيد كل المشاهدين استمتعتوا دايما زي ما حضرتك دايما بتمتعنا بالكلام في الكرة مرسي جدا لحضرتك وبشكر حضرتكم على المتابعة كلنا في ظهر منتخبنا الوطني كلنا بندعى منتخب مصر وكلنا بندعي بإذن الله أننا نفوذ وأن منتخب مصر يرجع للإنجازات مرة ثانية بشكر حضرتكم على المتابعة وبكرة حلقة جديدة من برنامج السادس